قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر اللواء أحمد المسماري إن قواته لم تنفذ حتى الآن أي غارات جوية ضد القوات المتمركزة في أحياء العاصمة طرابلس حفاظا على المدنيين وعلى الممتلكات العامة والخاصة واتهم المسماري في بيان صحفي قوات حكومة الوفاق الوطني بقصف الأحياء السكنية في العاصمة الثلاثاء بهدف اتهام قواته وتأليب الرأي العام ضدها على حد قوله ترجمة نانسي قنقر